أهلاً بعودتكم لنستخدم رموز متجه الوحدة لحال كل مسائل حركة المقضوفات ويمكن حال هذا بدون رموز متجه الوحدة لكن ما سنراه سنقوم بالعديد من الأشياء ولا داعي لرسم صور سنحصل على فهم أكبر لما يحدث في المسألة وكيف نحلها في طريقة عميقة لنبدأ بالمسألة شخص ضرب كرة والتي بدأت من أربعة أقدام عن الأرض لنرسم المحاور هذا محور أصادات حسناً هذا محور أصادات سنتعامل مع الربع الأول من الدائرة هذا ما سأرسمه هذه ال-Y وهذه ال-X هذا المحور السيني لنفرض أن الكرة ابتعدت أربعة أقدام عن الأرض إذن هذا أربعة هنا حيث بدأت الكرة ضربت كرة لبعد أربعة أقدام بسرعة ابتدائية مقدارها 120 قدم 120 قدم لكل ثانية الكرة غادرت المضرب بزاوية مقدارها 30 درجة أفقي لنرسم متجه السرعة 120 قدم لكل ثانية بزاوية 30 درجة لا يوجد مساحة لرسمه بمقياس معين متجه السرعة سيبدو هكذا حسناً وهذا بالطبع بزاوية 30 درجة أفقياً إذن إذا كان هذا أفقي وماذا أيضاً هذه المسافة لدينا هذه المسافة 350 قدم إذن هذه ستكون 350 قدم وهنا يوجد لدينا سياج هذا السياج لنفرض أنه يرتفع يرتفع بمقدار 30 قدم إذن هذا السياج يرتفع 30 قدم تقريباً السؤال الأول المذكور هو هل الكرة تصل لسياج؟ لنرى إذا يمكن عمل هذا باستخدام الرموز رموز المتجهات بدأنا بحيث لا بحيث لا يتشوش الوضع بهذه المسألة لأنني أعتقد لا يوجد فرق كافي سأعطيك معادلة وهذه المعادلة يجب أن تكون منطقية لك من مسائل حركة المقطفات التي كمنا بها بدون استخدام متجهات وإذا لم تكن منطقية سأقوم بفيديو آخر بحيث أثبت هذا لك لكن بشكل عام وكل شيء كمنا به كل شيء كمنا به في مسألة حركة المقذوفات للآن كانت كلها كانت كلها في بعد واحد ومن ثم حللنا كل أبعد الآن سيكون كل شيء كمتجهات ونحلها كلها معا إذن سنعطي B للإزاحة وسنقوم بحساب الإزاحة عند أي نقطة معينة الإزاحة ستكون ستكون عند زمن معين إذن لا أريدك أن تحفظ هذا يجب عليك أن تستنتجه وسأثبته لك في الفيديو التالي في حالة غير منطقي لك يجب أن يكون منطقي بالنسبة لمسألة حركة المقذوفات الإزاحة عند أي لحظة زمنية ستساوي الإزاحة الابتدائية الإزاحة الابتدائية وهذا سوف يكون متجه زائد السرعة الابتدائية زائد السرعة الابتدائية وهذا متجه أيضا ضرب الزمن ضرب الزمن زائد التسارع وبالطبع التسارع هو متجه ضرب الزمن تربيع على إثنان هذا شيء جيد لمعرفته ويكون أفضل بالإثبات لنرى ما يمكن عمله مع هذا والمثير هو أن كل هذه متجهات وهذا لن يجدي نفعا لو لم تكن متجهات أو في بعد واحد لكن المثير الآن يمكن عمله في ثلاثي الأبعاد أو خمسة أبعاد ما هي الإزاحة الابتدائية بي آي ما هي الإزاحة الابتدائية ستكون تساوي تساوي ماذا كم تحركنا في الاتجاه السيني ما هي الإزاحة في متجه آي لم نتحرك بالمرة في الاتجاه السيني هذه الإزاحة الابتدائية إنها فقط أربعة في الاتجاه الصادي في اتجاه واي إذن صفر آي متجه الوحدة آي زائد أربعة طرب متجه الوحدة جي أو يمكن كتابة هذا هكذا لا دعي لكتابة هذا في سرعة الابتدائية هذا يساوي أربعة جي لأن هذه تساوي صفر حسنا السرعة الابتدائية لديها مقدار مئة وعشرون قدم في الثانية وبزاوية مقدارها ثلاثون درجة إذن ما هي المركبة السينية إذن سيكون هذا المتجه وهو مئة وعشرون ضرب جتة الزاوية ثلاثون درجة إذن السرعة الابتدائية ستساوي مئة وعشرون ضرب يمكن مراجعة حساب المثالفات أو حركة المقطفات التي تناولناها سابقا إذن مئة وعشرون ضرب الجيب تمام الزاوية ثلاثون درجة نضرب هذا بـ I متجه الوحدة والآن ما هي المركبة الصادية إذن ستكون سأستخدم لون آخر حسنا إذن ستكون زائد مئة وعشرون ضرب جيب الثلاثون درجة ضرب متجه الوحدة جيب هذه هي المركبة الصادية في إتجاه Y إذن يمكن إعادة كتابة هذا بسرعة الابتدائية السرعة الابتدائية تساوي ومهواجة ثلاثون درجة هو الجذر التربيعي لثلاث على اثنان حسنا الجذر التربيعي لثلاث على اثنان ضرب مئة وعشرون وهذا هو ستون ضرب الجذر التربيعي لثلاث ستون ضرب الجذر التربيعي لثلاث ضرب متجه الوحدة I زائد إلا أن أستخدم هذا اللون زائد ما هو جيب الثلاثون درجة هذا نصف نصف ضرب مئة وعشرون وهذا سيساوي ستون جيب أوجدنا متجه الإزاحة الابتدائي وأوجدنا متجه السرعة الابتدائي ما هو متجه التسارع؟ ما هي القوة الوحيدة المؤثرة هنا؟ بعد ضربنا للكرة القوة الوحيدة هي الجاذبية كم السرعة؟ كم السرعة؟ أي شيء تسارع على الأرض؟ هذا هو الجاذبية متجه التسارع ينزل الأسفل هذا متجه التسارع وينزل الأسفل عند 32 قدم لكل ثانية تربيع إذن متجه التسارع لا يوجد له مركبة سيئية كما هو الحال في الإزاحة وصفر ضرب المتجه الوحدة I ناقص 32 ضرب G ضرب متجه الوحدة G أي بالاتجاه الصادي أو يمكن كتابتها هذا سالب 32G حلنا هذا ونعلم كل المتجهات المختلفة في هذه المعادلة لنحاول حلها الآن نعلم سأغير الألوان مرة أخرى هذا شيء متقن لأن الآن سنجد كلا المركبات للإزاحة X و Y عند أي زمن معطاطي الإزاحة كأكتران للزمن متجه الإزاحة كأكتران للزمن الإزاحة الابتدائية 4G كما قلنا هذه المركبة الصادية إذن 4G زائد السرعة الابتدائية ضرب الزمن إذن زائد أو سأقول ضرب السرعة الابتدائية ما هي السرعة الابتدائية؟ هي 60 الجذر التربيعي لثلاث لثلاثة I إذن 60 الجذر التربيعي لثلاثة I ومن ثم زائد زائد 60G لأن السرعة الابتدائية ضرب الزمن السرعة الابتدائية ضرب الزمن أخذنا الزمن كعام المشترك هنا وهذا زائد سنأخذ سنأخذ T تربيع على 2 ضرب متجه التسارع وما هو متجه التسارع؟ هو سالب 32 J إذن هذه سالب 32 J وJ هي متجه الوحدة في اتجاه المحوار الصادي وهذا يساوي 4J زائد نقوم بتوزيع T هنا إذن 60 ضرب الجذر التربيعي لثلاث T I زائد 60 زائد T J ومن ثم نصف ضرب سالب 32 هي نقص 16 إذن نقص 16 T تربيع J لقد نفذ الوقت سأقمل هذا في الفيديو التالي أراكم قريبا إلى اللقاء خهد سالب 31 شكرا لك يشكرا لك اشتركوا في القناة